كيف تجيب امتحان أول سنوي تانية سنوي تالت سنوي كله بنفس الطريقة ايه دور على حاجة اللي انت تحفظها جامد جدا وابدأ بها الاول وخلص منها فتبدأ رقم واحد بأسئلة النحو لان ده اكتر حاجة انت تحفظها ومركز فيها وحلل عليه بعد كده تخش على الادب بعد كده تخش على البلاغة بعد كده تخش على أسئلة العلاقة بين الجمل وبعد كده تاخد المتحرر والباقي مع بعض يبقى عندنا خمس مراحل عشان تحل امتحان سنوية عامة او اول سنة او تانية سنة او تلت سنة طيب شرح اسلوب الاختصاص اول ما يجي في الامتحان وتسمع اسلوب اختصاص على طول تستحضر تلت قواعد استغرق اسلوب اختصاص ابحث عن ضمير بعده معرفة منصوبة يمكن حسفها واكمال الجمع ابحث عن ضمير بعده معرفة منصوبة يمكن حسفها واكمال الجمع قاعدة التانية اعرب المختص مفعول به منصوب الفتحة لفعل محزوفه من تقديره اخصه قاعدة التالتة باين نوعه يعني نوع المختص اما مقترن بيقل او مضاف ليه معرفة على صيغة ايها 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 بيقول لي ايه بيديني اربع غمل وبيقول لي مين اللي ينفع اسلوب اختصاص ومين اللي ما ينفعش انتم رجال تحملون رسالة سامية هل ده اسلوب اختصاص نطبق القاعدة ابحث عن ضمير انتم ادي ضمير ملوط بعده معرفة منصوبة رجال دي معرفة لا مش معرفة ما فيش قبليه الف ولم ولا بعديها مضاف اليه ولا هي علم لا قبليها الف ولا بعديها مضاف اليه ولا هي علم اللي ما فيش التالتة دو يبقى انا كده يبقى ده مش اسلوب اختصاص لان اسلوب الاختصاص لازم معرفة منصوبة وده مش معرفة طيب السؤال رقم به انكم نساء مصر ساعيات الى المجد ابحث عن ضمير ان كنا تمام بعدها معرفة منصوبة النساء دي معرفة اه معرفة معرفة بايه بالاضافة النساء امصر يعني النساء بتوع مصر مضاف اليه بعدين علم مضاف اليه بمعرفة بالاضافة يمكن حثوا لو شلت النساء مصر دي ان كنا ساعيات الى المجد اه الجملة سليمة يبقى هو ده الاسلوب الاختصاص هو ده الصح طب الاختيارة كم جين معشر العلماء انتم ملحوا البلد في ضمير اه بس مش في الاول اللي بقى ما ينفعش لازم الضمير يكون في الاول طيب ايها المصريون ارفعوا وطمكوا برضو غلط ما فيش ضمير في الاول ده التركة اللي في الانتحانات بزاقوا الله خيره اسلوب التعجب اسلوب التعجب اول ما تشوف في السؤال اسلوب التعجب لازم تكون حافظ قاعدتين مهمين جدا اول قاعدة استخرج اسلوب تعجب ابحث عن ما افعل زائد مفعول افعل به زائد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظة احذر ما لاستثناء لان ما لو جات في الاستثناء يبقى ما دي مش تعجب ايها ماشتور تعجب تاني قاعدة كيف اصنع اسم تعجب من فعل معين بثلاث خطوة اول خطوة هات الماضي بحسف المضارعة تاني خطوة لو سلاسي سوق على وزن ما افعل زائد مفعول افعل به زائد فعل لو غير سلاسي هتحط الماء شد ثم المصدر من الفعل اللي انت عاو ستتعجبنا نطبع في المتحان سنوية عامة 2021 ادبي قال انما تنو مشاعر الحب في ارض الوفاء تانمو دي عاوز يتعجب منها هو عاوز يتعجب من تانمو بدامت دا الجملة يبقى عاوز يتعجب من فعل طيب تانمو دي نطبق القاعدة حيات الماضي منها تبقى ماما دا الفعل الماضي طيب بعد ما ماما فعل الماضي ايه اللي يحصل يبقى بدام سلاسي يبقى ماما او امي بمشاعر الحب طيب لو غير سلاسي نخدم مثلا يستخرج الزهب عجب الماضي تبقى استخراج الزهب يبقى يبقى ما اشد استخراج الزهب لان دا جل سلاسي يبقى اعزوج ما اشد طيب نجو بقى الاختيارات الوحيد تتقول ما اما مشاعر الحب اللي يرقم دير هي الصح هي دا لانا جلتها بالقاعدة طيب نبص على ثلاثة التانية ما اما ظهور الحب الا ماء الوفاء الا دي خلت الماد للماد طيب ما اعظم تنمية اصلا النمى دي سلاسي التنمية دا مصدر من الفعل نمى غرباع فما ينفعش اجمل بمشاعر الحب اجمل طيب فين تنمية ما اتعجبش منها الصح اللي هو رقم دير ما انمى مشاعر الحب خضبا كتاب الامتحان حاطت السؤال دا وحاطت الاربع اختراض فدي قلطة في كتاب الامتحان هو الصح النجال ما انمى مشاعر شكرا كيف ندخل الحرف الناسخ والفعل الناسخ على الجملة اول ما تشوف الكلمة دي دخل ناسخ او بدل ناسخ لازم تفتكر ثلاث قواعد القواعدة الاولى عند ادخال فعل ناسخ كان او كده ارفع المبتدأ انصب الخبر اجعل خبر كادة فعل مضارع وضع انه قبل الفعل في المقربة والراجع يبقى ثلاث مهمات هتعملهم لو فعل الناسخ ترفع المبتدأ تنصب الخبر وتخلي خبر كادة واخوتها يبقى فعل مضارع وانه قبل عند ادخال حرف ناسخ انه واخوتها وللنا فيها للجنس هتعمل ثلاث مهمات انصب المبتدأ ارفع الخبر اجعل خبر لنا فيها للجنس نكرة او مضاف لناكرة يعني نكرة ياما مضاف لناكرة دول الثلاث مهمات اللي هتعملوا في قاعد على جنب جهت خلي بالك منها اللي هي التوكيد المعنوي استخرج التوكيد المعنوي ابحث عن كل جميع نفس عين كلا كلتا مع ضمي كلا مع المفرد مبتدأ ثاني يعني لو جات كلا هما وكلتا هما بعد يوم مفرد ما يتعربش توكيد معنوي يتعرب مبتدأ تاني طبعا يفرق فيه لا يفرق لو توكيد معنوي ياخد نفس الاعراب لما مبتدأ تاني يبقى يعيفض المرفوع لطول طيب دول الثلاث قواعد اللي لازم أكون حفظهم قبل نحل الأسئلة أطبق بقى سؤال رقم تسعة وتلاتين سنة 2021 أدبي بيبقى الطبيبان كلا هما ذو همة في الأزماء دين التغيير بعد إدخال إنا هندخل إنا قلنا نعمل أول خطوة ننصب المبتدأ يبقى إنا الطبيبين خلاص طيب نرفع الخبر السؤال بقى فين الخبر لا كلا هما زو كلا هما دي زو يبقى كلا هما بعدها مفرد يبقى كلا هما دي مش توكين معنا كلا هما دي خبر مبتدأ تاني يبقى يفضل زي ما هو مبتدأ تاني يبقى مختببان كلا هما زو همة وجملة كلا هما زو همة هي كلها خبر لأننا محدد يبقى إن الطبيبين كلا هما زو همة هو ده الصحي اللي موجود طيب لم أقولش إن الطبيبينك اللي يهمى قلناك اللي يهمى دي مش خبر ولا توقين عشان تاخد نفس العراق دي المبتدأ تاني في جملة جديدة تعمل تنسأتين طيب تطبيق تاني برضو سنة 2021 ليس زل مروءة بالطعام بين بعد إدخال لنا في الجنس طيب ليس دي من أخوات كان أخواتها اللي بترفع اسمها وتنصب خبرها وكادة بتبقى خبرها فعل ولا لنا في الجنس اللي بتحروف النسخة تنصب اسمها وترفع خبرها ولا لازم يكون نكرة أو مضاف لنك طيب عند دخال لا يبقى لا تعمل إيه عتنصب الاسم يبقى لا زا وترفع الخبر طعام يبقى لا زا المروءة طعام طيب ثالث حاجة بقى إيه لازم خبر لنا في الجنس يكون نكرة أو مضاف لنك لو قلت زا المروءة طعام لا زا المروءة طعام يبقى لا زا صح كده المروءة ده الغلط ده إيه لأن زا أصبحت معرفة لما جاء بعديها معرفة لازم اسم لنا في الجنس يكون نكرة أو مضاف لنكرة لكن زا المروءة ده مضاف للمعرف يبقى أول واحد غلط لا زو غلط على طول كده غلط ليه لأن أول مهمة بننصب الاسم ونصب زو تبقى زا لأن دي من الأسماء الخامسة بترفع بالألف وتنصب باللواو وترفع باللواو وتنصب بالألف وتجرب اليه طيب ثلاثة اختبار لا زي برضو غلط لأن زي دي مجرورة وأنا أحتاجها منصوبة طيب الأخيرة بقى لا زا مروءة أيوة يبقى نكرة ومضاف لنكرة طعام هي دي الصح لأنها اسمها منصوب وخبرها مرفوع واسمها نكرة ومضاف لنكرة وليس المعرفة التطبيق الثالث ألف ألفين وواحد وعشرين برضو تحن سنوية عامة السؤال رقم تمانية واربعين لعل أبناءنا بانون مستقبلهم طيب عاوزة حط بدأ قلنا لو عتحط بدأ بعتحط كان أخوتها كان أخوتها ثلاث مهمة ارفع المبتدأ يبقى بدأ أبناءنا الهمزل على السطح تبقى على الواب والخبر لازم يكون فاعل تنصب الخبر والخبر في بدأ وكان بخادة واخوتها لازم يكون فاعل يبقى يبنون ولازم الفاعل يكون مرفوع لأن في أفعال الشروع ما تحطش قبلها إيه لكن لو كادة مثلا يبقى كادة أبناؤنا أن يبنون لكن هنا بدأ من أفعال الشروع بديه يتحط إيه لازم أفعال المقربة والرجاء ما يتحطش قبلهم إيه يبقى الصح بدأ أبناؤنا يبنون أول ما يطلب منك اسم مفعول لازم تحفظ وتسترجع القعدة استخرج اسم مفعول أبحث عن مبارك مزلول المفتوحة سلاسي المضمومة غير سلاسي والآلف تتغير حاسب التشكيل لازم تكون حافظ كده مبارك دي أول همين مضمومة يبقى أدوة مضمومة يبقى غير سلاسي مزلول أول همين مفتوحة يبقى سلاسي ولو فيه ألف وانت بتعمل اسم المفعول بتغيره حاسب التشكيل دي القعدة لازم تكون عارفها كويس جدا اسم المفعول لازم يبدأ بمين طب نطبق بقى في امتحان سنوية عامة أدبي 2021 رامى المجد المجد الهدف الاسم رامى بيقول لي هات منها اسم فعول رامى دي عسأل نفسي سلاسي ولا غير سلاسي رامى ده سلاسي يبقى لازم أول همين مفتوحة الاختيارات اللي جايب بهم اللي في سنوية عامة كلهم فيهم مين مضمومة معادة أول وحدة الهدف الاسمى مروم طب اسم فعولة نحط واو الالف فين الفرامى احنا قلنا القاعدة بتقول والالف تتغير حسب التشكيل فالالف حولناها الواو وحزفنا الواو دي عشان التكرار تبقى مروم يبقى الهدف الاسمى مروم وهو ده اسم المفعول كل التأيين غلط لأنهم بديمين مضمومة والقاعدة بتقول المفتوحة سلاسي والمضمومة غير سلاسي يعني مين المفتوحة سلاسي والمضمومة غير سلاسي شكرا أول ما تشوف كلمة تمييز في السؤال لازم تفتكر قاعدتين بتوع التمييز القاعدة الأولى أين أنت يا تمييز القاعدة التانية ما إعرابك يا تمييز أين أنت يا تمييز بعد العادة أنا ملفوز وبعد الآتي أنا ملحوظ أربع علامات للتمييز الملحوظ وعلامة للتمييز الملفوظ الملفوظ بعد عادة الملحوظ لأربع علامات إيه هم بعد أفعل التفضيل والتعجب هذه أول واحدة وكفاء وكمي وكفاء إزداد وفاضاء وإسلوب مدح وزم نعمة وبئسة حبازاء لا حبازاء دول أربع علامات تكون حفوظهم كويس دول اللي بيجي بعدهم التمييز الملحوظ طيب ما إعرابك يا تمييز التمييز كله منصوب إلا تلاتة لتسعة والمية وأضعفها تمييزها كله مجرور طيب نبدأ نطبق بقى على انتحان سنوية عامة أدبي 2021 بيقول لي كفاء بالمرئ إثمان عاوز سبب نصب كلمة إثمان مدام سبب نصب وفي كلمة تمييز أرجع العلامات في أفعل التفضيل وتعجب يعني محمد أفضل الطلاب عقلا ما أجمل محمد عقلا ما فيش أفعل خاص كفاء بالطالب إثمان أشوف تانية علامة في كفاء ولا كم آه في كفاء هي يبقى إثمان المنصوبة بعد كفاء تمييز منصوب بالفتحة طيب ما لقيتش كفاء وكم أشوف ازداد أقول ازداد الرجل عقلا فاض الرجل عقلا طيب ما لقيتش دي أدور على نعم الرجل عقلا بقص الرجل عقلا حبز الرجل عقلا يبقى لازم تقول إيها أربع علامات الملحوظة بعد أفعل التفضيل وتعجب كم وكفاء ازداد المقص واسطلوب المتح والزم هنا عشان فيه كفاء بقى دي تمييز منصوب بالفتحة مهم جدا تحفظ القعلة دي كزاكم الله خير أول ما تشوف كلمة حرف جر زائد تدور على ثلاث حاجات اللي هي الباء والكاف ومين بتجمعها في كلمة بوكمان يبقى حروف الجر الزائدة هي بوكمان لو حزفتها فالجملة سليمة لو حزفت فالجملة سليمة بوكمان لو حزفت فالجملة سليمة بوكمان لو حزفت فالجملة سليمة تمام طيب ناخد بقى تطبيق السؤال رقم 50 تحام سنوية عام 2021 ليس الماجده بزي طمع يشينه ميذ الصيغة الصحيحة بعد حزف حرف الجر الزائد طيب زي أنا عشيل حرف الجر الزائد فين حرف الجر ما فيش غير حرف الجر واحد في الجملة دي اللي هو الباء فأنا عشيل الباء دي طيب أما عشيل الباء أرجع أشوف الجملة أعلم زي ديت كأنها بغبه فأقول إيه هل أنت فعل؟ لا مش فعل هل قبلك فعل؟ ليس ميلي ليس الماجد هذا اسم ليسة ليسة إيه؟ بزي يبقى زي يبقى دي خبر ليسة يبقى خبر ليسة دايما يكون منصوب يبقى خبر ليسة منصوب بالألف لأنه اسم الأسماء الخامسة يبقى بشيل الباء وطبق القاعدة أزابيةesy على الجملة واشوفها حتطلع أين اسم ليس مرفوع والخبر ليس منصوب ودي منصوب بالألف لأنها اسم الأسماء الخامسة يبقى اختار زي ما اختارش زي ليه لأن ده خبر ليس وخبر ليس منصوب وزي دي مجرورة ما اختارش زي ليه لأن خبر ليس منصوب وزي دي مرفوع زاوة دي مسنة وهنا مفرد يقول ما ننفعوش اللي تنفع زي امتحان سنوية عام 2021 أدبي اللي فده علمي الأداء أدبي بقى بيقول إيه ما من شيء أفقله من الهم بيقول لي بيّن الإسم المجرور بحرف جر زي عندي كذا حرف جر فبيقول لي أنيو فيهم حرف جر زي أنيو حرف جر أول حاجة أحذف حروف الجر اللي قدامي اللي هي بوكمان اللي الجملة بتاعتها سريمة تبادل حرف الجر الزي اللي أنا عاوز طيب ما من شيء أفقل فين حرف الجر بتاع بوكمان من أشيل من وقر الجملة ما شيء أفقل من الهم الجملة سليمة يبقى ده حرف الجر الزي طيب أجرب يبقى من شيء دي هي حرف الجر الزي طيب من الهم عاشين من التامية دي ما من شيء أفقل الهم ما تنفعش الجملة كده باظر يبقى ساعتها جام حرف جر أصلي لأنه لما تشيره جملة ما تبقى شملة طيب ببوارق أشير حرف البي فأدفعه ببوارق الأمل فأدفعه بوارق الأمل ما تنفعش لازم باء طيب آخر واحدة بأنوار وبدده بأنوار اليقين ينفع وبدده أنوار اليقين لا ما ينفعش يبقى حرف الجر اللي ممكن نحزفه هو مين شيء فأختار لقم ألف اللي هي مين شيء قياسي على وزن فعالي فاعالي الغير قياسي بيتحفظه الماضي هيهات شتان المضارع آهن قف والأمر حي دونك دول أسماء تحفظيه هو ما مش عيجب لك السماع ده عشان سهل المحفوظ عيجب لك قياسي يعني فعالي طيب لو قلنا شرب أحمد اللبن يبقى شرابي أحمد اللبن يعني اشرب أحمد اللبن شرابي يعني اشرب خلاص هرب أحمد يبقى هرابي طيب يلزم تبقى لزامي لزام لزام وتحتها قصر بس هنا بيقول لك إيه وجهيها للمفرد المؤنس يبقى أقول لزامي أحمد زود عليها ما ينفعش لزامي وما فيش لزامة لأن بدان مفرد مؤنس يبقى لازم أحط لها إيه 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 أول ما تسمع عن حاجة فيها جزم لازم تفتكر القواعد بتاعة الجزم والطبق إيه قواعد الجزم استخرج مضارع مجزوم أبحث عن لم لما لن هي لام الأمر وجواب الطالب المحبوب وأدوات الشرط معادة إذا ولو وكل ما يبقى أدوات الجزم ثلاث مجموعات لم لما لن هي لام الأمر وجواب الطالب المحبوب وأدوات الشرط معادة إذا ولو وكل ما طيب ما أدوات الشرط الجازمة من ما ماتا أين إن حيثما كيفاما مهما أي أن أيناء طيب كيف ندخل أدوات شرط الجازمة ثلاث خطوات ضعها في الأول اجزم فعل الشرط اجزم فعل جواب الشرط إلا لو محمي بسوفة أو السين لا يجزم نحطها في الأول اجزم فعل الشرط اجزم فعل جواب الشرط إلا لو محمي بسوفة أو السين لا يجزم طيب كيف أجزم الفعل المضارع وكيف أبني الفعل الأمر حسف العلة حسف النون والصحيح يبقى سكون لو في علة تحزفها لو في نون زي الأفعال الخمسة تحزف النون لو ما فيوش علة ولا نون تجزمه بالسكون طب تبدأ نطبق بقى اسعى إلى ما ترجو من أمل حط ما الشرطية ما الشرطية أنا أول حاجة هتحطها في الأول يبقى عحزف على طول الاختيارة من رقم به اللي مش حاطة ما في الأول اللي هو اسعى إلى ما ترجو من أمل بدأ مشارطية تتحط في الأول تاني حاجة اجزم فعل الشرط طب إيه الفعل الشرط المجزوم هنا في الأربع اختيارات طرجو جيم على أضمة أول حاجة مجزوم طيب الاختيار التاني ما طرجو الواو موجودة هي بقى مش مجزومة دي جيب اختيار المجيم غلط واختيار ده الغلط لأنه ترجو مش مجزومة برضو جيب اول اختيار رقم ألف ليه فعل الشرط ترجو مجزوم من أمل فسعى إلي فسعى إلي فعل أمر لذلك حطيت الفاء فيها طيب ده السؤال رقم سرعة واربعين في امتحان سنوية عامة الفين واحد وعشرين سؤال تاني رقم تسعة وخمسين في الفين واحد وعشرين اخشى ربك تفض عاوزين نكم الجملة دي نكمل نتكلم بيها المفرد المؤنس يعني إيه مفرد مؤنس يعني الاخشى هتبقى اخشين اخشين دي هتحط المفرد المؤنس هتحول فعل من الأفعال الخمسة فعل أفعال الخمسة كل فعل ضارع تسط جماعة ألف ليسين يائل مخطبة هنا بحط يائل مخطبة يعني بحولها من أفعال الخمسة افعال خمسة يعني في اخير هنون يبقى الجزم بتاعها ان انا اشير النون يبقى اخو الحاجة اقول اخشي واشير النون طب اخش ما تنفعش يبقى ده مش بتاعت ستات لان انا شلت حرف العلة انا عود اشير النون اخش التاني ما تنفعش يبقى اختيار دي واختيار دا الغلاط اخشي يبقى عندي الف وبين المحتملين ربك طيب جواب الطلب ايه بقى اخشي ده طلب جواب الطلب تفوزين واشير النون يبقى تفوزي دي صح عشان شلت النون لكن تفوزين في النون دي بقى غلط لان ده جواب طلب محبوب وجواب الطلب بحويل مجزوم والجزم بحسب شيل النون يبقى اختيار رقم الف دي هي الصح اخشي فعل امر مبني على حسب النون لانه فعل من افعال الخامسة وده فعل امر والافعال الامر بتبنى على حسب العلة حسب النون والصحي بسكون وتفوزي ده فعل الجواب الطلب مجزوم بحسب النون لانه فعل من افعال الخامسة ولانه جواب طلب محبوب زيكم الله خير لما يسألك على اعراب جملة لازم تفتكر هذه القعدة في الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال او اخبار الحال قبل وفعل ليه نسألوا كيف الحال قبل وفعل ليه نسألوا كيف يعني جملة الحال لازم تكون قبلها فعل عشان نسأله كيف طبعا نصبق بعض القعدة دي سنوية عم علمي 2021 بيقول ايه ولم ارى كالسماحة من دليل يبين لك الرجولة والرجالة بيقول لي عاوز اعراب جملة يبين لك هنقول في الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات يبين دي قبلها ايه كلمة دليل دليل دي مكرة معرفة نكرة نكرة ليه لا قبلها حرف جر ولا بعديها قال الف ولم مضاف اليه وهي مش علم بدام التالتة مش موجودين يبقى دي على طول نكر طب بدام نكرة يبقى يبين لك دي جملة في محل نعت جملة في محل نعت وعشان دليل مجرورة يبقى جملة في محل لجر نعت النعت لو مرفوع يبقى المنعود بتاعه مرفوع منصورة المهم نصب تطبيق تاني في انتحان سنوية عام 2021 ادبي في نفس السنة شباب لم تخطمه الليالي لم تخطمه الليالي دي جملة خبر ولا نعت ولا لها محل لها ولا مضاف إليه نرجع للقاعدة في الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات طب لم تخطمه دي قبلها نكرة آه كانت شباب شباب دي نكرة طب نكرة ليه لا قبلها قل ولا بعديها قل ولا في النص على يبقى دي نكرة طب بدن نكرة يبقى نام تحطمه دي جملة معا طب لم تبقاش خبر لأن الخبر لازم يكون قبله معرفة طب لم تبقاش لا محلها من العراب لا محلها من العراب تيجي في أول الجملة أو ما يكون في حكم أول الجملة زي بعد قال مثلا يبقى جملة طب من ليه ما تبقاش مضاف إليه الجملة تبقى مضاف إليه ما يكون عبليها ظرف ما هي مضاف إليه كزا يكون الله خير أول ما تسمع عن فعل متعد أو لازم لازم تستخضر القاعدة دي ما الفعل اللازم كل فعل يقرأ هاء ما الفعل المتعد كل فعل يحب الهاء ليعتدي عليها ناخده تطبيقات من المتحانات سنوية عامة 2021 علمي جاب لي أفعال جلس مطرقا ورقصه بين كفايل جلس دي متعد ولا لازم هنعمل ايه هنقول جلسه تنفع لا ما تنفعش ما عودش أسأل جلس ايه لأن ممكن أقول جلس ايه وفي الآخر تحصل المشكلة وفوجأ إن إن أنا قلت مطرقا هي المفعول ممكن أغرق لكن الصح إن أنا بعمل إيه الصح إن أنا بقول جلسه بحط الهاء وهي الهائية اللي بتاعكم تذكر ينفع فتذكره أيوة ينفع يبقى دا متعد طب فين المفعول اللي مش تهيه في الجملة أنت ما تدورش عن المفعول بقى وعلى العموم لو دورت عن المفعول هو هنا المفعول به المصدر المأول عقل أن لديه عقلا أنه وإسمه وخبره طيب عند الفعل يسعى ينفع يسعى ما ينفعش ينفع هبه هبه ما تنفعش يبقى لازم هو فعل واحد اللي هو تذكر سنوية عامة 2021 أجب أسبغ الله علينا نعمة أسبغ إيه نعمة أسبغه تنفع أسبغها تنفع أسبغه أسبغها تنفع بدأ قبل تله تبقى متعد طيب فوجب علينا أن نتعامل فوجبه ما تنفعش نتعامل نتعامله ما ننفعش محافظه ما ينفعش يبقى أسبغ هي المتعدية بس ما نسألش إيه لأن السؤال بإيه علاقة بطلة أهم هاجة الهاء تحط الهاء هي لتحدد لك لازم من متعدية شكرا إذا كنت مقاطعا أخا عاوز إعراب كلمة أخا أول ما تشوف إعراب لازم تفتكر القاعدة الزهبية على طول إيه القاعدة الزهبية دي في الإعراب أنا طيار ومعايات ذهبية ذهبية دي بتسأل كل الكلمة اللي أنت عاوز تعريبها ثلاث أسئلة مترتبين ما ينفعش سؤال قبل سؤال كأنك ركب طيارة وبتضرب بالسواريخ بتاعتك أول سؤال هل أنت فعل لو نعم ماضي مبني أمري مبني مضارع طب لأ ما نفعش أخي نعلم بعدين هل قبلك فعل لو نعم من يديني فاعل إيه يديني مفعول كيف يدي حال أين المعرفة والنكرة معرفة في نكرة يديني خبر معرفة في معرفة يديني نعت نكرة في معرفة يدي مضاف إليه نكرة في نكرة يدي نعت أو مضاف إليه لو الأل اللي نفعت تبقى مضاف إليه ما نفعتش تبقى نعت دي القاعدة الزيبية اللي بنعروه بيها نبدا نطبقها مقاطعا أخن أخن دي اللي أنا عاوز أعريبها أسأله ثلاث أسئلة هل أنت فعل لا مش فعل ليه مش فعل لأنه فيها تنوين في الآخر وغالبا الفعل بيبدأ بيوته أخن يبقى أخن دي إسم طيب نسأل السؤال الثاني هل قبلك فعل أدور على فعل لأي كلمة مقاطع مقاطع ده اسم فاعل اسم فاعل زي مسلم قادم مقاطع زي مسلم خلاص أول ما ألاقي مشتق بقى أرجع بسرعة من ملاحظة نين وملاحظة ثلاثة ملاحظة نين ماتا يعمل المشتق عمل الفاعل إذا سبق بي الاستفهام أو النفي والمبتدى الموصوف ونداء صاحب الحال تاني الاستفهام أو النفي والمبتدى الموصوف ونداء صاحب الحال طيب نلاحظة ثانية كيف نعرف عمل المشتق نسأل اسم الفاعل والمبلغة من يديني فاعل إيه ديني مفعول ونسأل اسم المفعول من يديني نائب فاعل إيه ديني مفعول تين ديني الملاحظتين اللي لازم يكون أعرفهم وانت داخل على المشتق طيب مقاطع ده اسمه فاعل طيب يا عمر ما يعملش نشوف هل قبلي قل؟ لا مفيش قبلي قل هل قبلي استفهام؟ مفيش قبلي استفهام قبلي نفي؟ لا مفيش قبلي نفي مقاطع قبلي محالة مفيش نفي قبلي مبتدى وهو خبر آيوة إن كنت كنت إيه مقاطعا يبقى ده خبر كنت يبقى بدام خبر يبقى على طول عامل ليه؟ عشان هو خبر قبلي مبتدى اللي هو التأديد وانت مقاطع عندي خبر يبقى عامل بدام عامل عرف العمل بتاعه طب ده اسم فاعل يبقى أسأله من يديني فاعل إيه يديني مفعول من المقاطع يديني فاعل المقاطع إيه يديني مفعول من المقاطع أنت مقاطع إيه؟ أخا يبقى أخا مفعول به منصوب بالفتحة هي دي الإجابة بتاعك ناخدل تطبيق تاني برد ده امتحان علمي 2021 تلتة سنوية علم ناخدل بقى تلتة سنوية أدب بيقولك الحرب لا غالبا رحمة ولا مغلوبة بيقول لي عاوز إعراب غالبا أول ما يقول لي إعراب أو سبب النصب أو سبب الرفع على طول ده إعراب عن طب القعدة الزهبية طب إيه القعدة الزهبية أول سؤال هل أنت فعل هل غالبا دي فعل لا مش هفعل ليه هل قبلها فعل آه كلمة رحمة قال لها بس دي جاية بعديها لا دي جاية بعديها للدورة الشعرية لكن هي أصلا رحمة الحرب لا رحمة غالبا ولا مغلوبا أصل الكلام كلا ولكن هنا فيه تقديم والتأخير بلاغي لكن هي مفروضة رحمة أبليها على طول لا رحمة غالبا ولا مغلوبا طب بدهم أبليها فعل أنا لأسأل ما ليه ديني فاعل إيه الديني مفعول كيف هي دي حال من لرحمة الحرب رحمة إيه غالبا يبقى غالبا مفعول به منصوب بالفتحة مفعول به منصوب بالفتحة طيب سؤال سنوية عامة علمي سنة 2021 برضو قال الشاعر يا شاكيا هم الحياتي هو عايز إعراب كلمة هم مدام إعراب كلمة هم نطبق القعدة القعدة بتقول هل أنت فعل هم دي فعل لا إسم ليه لو حطت لأ ألف ولم تنفع اللي ينفع مع الألف ولم يبقى إسم يبقى علمات الإسم من قدام ألف ولم وراء تنوين علمات الإسم من قدام ينفع هحط له ألف ولم أو أخليه منون طيب هو ده إسم عرفت إزاي هطلت له ألف ولم ونفعت وحطلت له تنوين ونفعت هم نفعت الاتنين طيب هل قابلك فعل لا ما فيش فعل لا فيه شاكي شاكي زي قادم مسلم قادم اسم الفاعل ليه كسغطين يا مسلم مين مموها وقسر من قبل آخر يالقادم تاني حرف ألف شاكي ده تاني حرف ألف يبقى إيه يحصل يبقى قابلي اسم فعل لو اسم الفعل الملاحظة بتقول إيه هل قابلي قل لا قابلي استفهام لا قابلي نف لا قابلي مبتدأ لا قابلي موصوف لا قابلي لداء أيوة قابلي لداء مدام لداء يبقى ده عامل عامل ليه عشان قابليني ده طب بدهم عامل نسأل بقى من يديني فاعل ايه ديني مفعول مين اللي شاكي انت شاكي ايه هم بقت هم عربا مفعول به منصوب بالفتحة طيب عندنا ملاحظة على النواسخ لو لقيت الفعل اللي قبلت كلمة اللي أنا بعريبها ناسخ يبقى لازم نسأل نطبق كده نقول من يديني اسم الناسخ ايه يديني خبر الناسخ لو قبلها كان ما نقولش فاعل نقول اسم كان مرفوع برضو بس عن قول اسم كان نقول خبر كان عن قول خبر كان نطبق على سؤال ادب جاء 2021 اذا كان لكل عالم هفوة فما فاتئ لكل عالم حسن فما فاتئ لكل عالم حسن عاوز اعراب كلمة حسن اول ما نشوف كلمة حسن على طول واحنا مغمضين نطبق القاعدة هل انت فاعل لا هل قبلك فعل فما فاتئة فما فاتئة ده فعل ليه ما هفعش حطله تنوين ورا حطله فاتئة ألف ولاه طب ده ما فاتئة الفعل ده اسأله مين وإيه يقول له خد بالك عادي اسأل مين وإيه بس ما فاتئة دي من أخواتك كان اخواتها ايه اخواتها كان ليس أصار أصبح أضحى ظل أم ساباتة زال داما فكة فتئة زال داما فكة فتئة لما اتقلت له مين بما زال ما داما من فكة من فتئة دي من الأخوات كان بدام الأخوات كان نلفظ نعمل الملاحظة لقم 4 إيه الملاحظة لقم 4 اللي هي من يديني اسم الناسخ إيه يديني خبر الناسخ فما فاتئة لكل عالم حسنة مين اللي مفاتئة الحسنة مفاتئة ايه لكل عالم يبقى مفاتئة دي اسم مفاتئة مرفوع بالضمة أصل الكلام مفاتئة حسنة لكل عالم طب أنا أتخط زي مضوع التقديم والتأخير تسأل مين وإيه ما تقولش اللي بعديها لازم تسأل مين وإيه مين مفاتئة حسنة مفاتئة ايه لكل عالم يبقى حسنة دي اعربها اسم مفاتئة مرفوع ما قدرش أقول عنه مضاف إليه لأنه قبليه فعل المضاف إليه والخبر والكلام ده لما فيش فعل ولا قبليها فعل يطبق بقى المعرفة والنكل ما قدرش أقول المقتضاء مؤخب لأنه قبليها فعل ما قدرش أقول خبر مفاتئة منصور لأنه أنا مسألت ما فاتئة طبق حسنة ما طرعش لكل عالم وما ينفعش لكل عالم تكون اسم مفاتئة لأنه جره مجرور والاسم ينفعش جره مجرور الخبر هو اللي ينفع جره مجرور فلازم تكون اسم مفاتئة حسنة كذا يكون الله خير إزاي تقفل سؤال الأدب في امتحان سنوية عامة قلنا أولا تحل الأدب بعد النحو بعد ما خلص النحو وخش في الأدب ثانيا لازم تكون حافظ قعدتين مهمين جدا أول قعدة أهم مميزات كل مدرسة من المدارس طيب الكلاسيكية إيه أهم مميزاتها مشكلات الأغراض المناسبة مشكلات الأغراض المناسبة يعني إيه يعني حل مشكلات المجتمع تعدد الأغراض انتشار المناسبات وعدم موجودة ذاتية لو جالك اختيار فأي سؤال الكلاسيكي هو واحدة من دول اللي انت عتجيبه على طول الرومانتيكية أنا مثل أعلى لا مناسبات دايما الرومانتيكية بتكلمها على ثلاث حاجات دايما نتكلم على نفسه ويفخر بذاته يقول أنا وتاني حاجة دايما نتكلم عن مصر العلي زي الحرية والحق والعدل والمساوية تالت حاجة يتكلم على سوء وخطأ تتبع المناسبات طب الديوان عندهم خاصتين هم اللي بيميزوهم عن كل المدارس الزهنية والصدام يعني ايه الزهنية والصدام يعني وضوح الجانب الفكري والزهني على العاطفي تاني حاجة وجود صدام بينهم وبين المجتمع لأن الشاعر عندهم تعبير عن النفس الإنسانية فدايما بيتصدموا مع المجتمع طيب أقول له أقول له لها ثلاث حاجات مهمة جدا الحنين لغة أجنبية الحنين لغة أجنبية يعني ايه يعني الحنين للوطن لغة استخدام اللغة استخداما جديدا زي العطل قمري أجنبية استخدام كلمات أجنبية طيب المهاجر بقى المهاجر لها خمس صفات الحنين يصور روح الرمز الخطأ الحنين يصور روح الرمز الخطأ الحنين الجارف إلى مواطن الزكريات يبقى أبوله والمهجر اللي اتنين عندهم غربة وحنين ولكن أبوله عندهم حنين بس المهاجر عندهم حنين جارف إلى مواطن الزكريات ليه لأنهم راحوا أمريكا وجدوا المادية هناك فضمروا نفسيا بسبب عدم موجود أي مشاعر في أمريكا طيب يصور يبقى تتابع الصور الخالية روح يبقى النزع الروحية الرمز استخدام الرمز والقصة الخطأ كثرة الأخطاء اللغوية يبقى كلاسيكية مشكلات الأغراض المناسبة الرومانتكية أنا مثل أعلى لا مناسبات الديوان الذهنية والصدام أبوله الحنين لغة أجنبية المهجر الحنين يصور روح الرمز الخطأ قاعدة تانية لازم أعرف مدارس الشعراء طب إيه أشهر مدارس الشعراء بتوع الحياء والبعث الحياء والبعث الشعراء بتوعهم تلات أنواع الشعراء اتعلموا من برودي بالمشافهة زي شوقي وحافظ إبراهيم وعبد المحسن القاظمي وشعراء اتعلموا بالمرسلة مع البرودي زي شكيب أرسلان من سوريا والرصافي والزهاوي من العراق قراء ناس اتعلموا بعد برودي مات عن طريق أنهم قرأوا كتاب الوسيلة الأدبية وده أي شاعر غير الخمسة دول طيب أهم شعراء مدارس الديوان العقاد علم ثلاث شعراء محمود عماد وعبد الرحمن صدقي وعلي أحمد بكثير طيب إحنا كده إخدنا أهم قاعدتين اللي عشغلوا لنا الأدب كله دي أفكار اللي امتحنان دي أفكار اللي امتحنان طيب عاوزي بأن حل أمثلة واقعية في امتحان 2021 بيقول لي استندك في ضق فهمك للأبيات كيف التفت الإحيائيون إلى موضعات قصائدهم إلى ثقافة العصر فهو جايب لأبيات هنا بتاعتي الزهاوي طيب يقول لك ثقافة العصر ظهرت لأنه هو ذكر عاصمة عربية لو طبعا دي مستقافة العاصمة العربية موجودة من أيام الدولة العباسية لحد النهاردة طيب تناولت الأبيات فكرة الإغتراب غلط الإغتراب من خصائص أبوله والمهجر بس أبوله حنين بس المهجر حنين جارف طيب وجهت الأبيات الأنظار إلى خلل من قيم المجتمع آيوة ده لأن احنا قلنا كلمة السر في الكلاسيكية ثلاث حاجات مشكلات الأغراض المناسبة مشكلات الأغراض المناسبة فالتصادم بيان مشكلات المجتمع ده من أهم خصائصهم اللي احنا حفظنا طيب وجهت القصيدة خروج الجماهير وراء العجوز وتجمعهم حوله ما ممكن تجمعهم حوله عشان حبينه وممكن تكونوا كرهينه مش واضح أنهم اتخرجوا ليه لا وديه مش من الثلاث كلمات بتوع الكلاسيكية دايما بداية مسائل على الأخيين عا تحتاج واحدة من الثلاثة المشكلات أغراض مناسبة المشكلات لأغراض المناسبة للأغراض المناسبة طيب السؤال ده سؤال رقم تسعة في امتحان 2021 أدوي سنوية عامل السؤال رقم عشرة قال لحفظ إبراهيم إني أرى فقراءكم في حاجة لو تعلمون لقائل فعيل بيقول لي إيه السمى اللي بتتطفق في البيتين دول مع أبياد جميل صدق الزهاوي اللي بيتكلم إن الناس بتجروا على الحق وبترفضوا نبصوا على الخصائص أنا بداية متكلمتي في الكلاسيكية أدور على ثلاثة المشكلات لأغراض المناسبة المشكلات للأغراض المناسبة نمسك أول واحدة التعبير عن مأساة العصر مش مشكلات المجتمع مأساة العصر بتتكلم في مأساة العصر دي مدرسة جديدة على طول لماس التفعيل طيب رصد انفعالات النفس البشرية تجاه المستعمل انفعالات النفس البشرية دي أبوله على طول طب الاهتمام بتقريد القدماء في بدء قصائدهم بالغازة الأيوة دي من الكلاسيكية بس لما موجودة عند حافظ في البيتين دول ولا موجودة عند الزهاوي طب رصد مشكلات المجتمع هي دي كلمة السر بقى بتاعتنا والدعوة إلى إصلاح المجتمع هي دي الكلام الصح المزبوط طيب السؤال رقم 11 سنوية عام 2021 أدبي بيقول يا حبيبا ما لي سواه حبيبه وبه كان من صبايا هيامي أنت لو لم تكن أليفة شبابي لم تطب لي نظرة الأيام بيقول إيه استنتج السماء من سمات الرومانتيكية في هذا الموضوع قلنا سمات الرومانتيكية تلاتة أنا مثل أعلى لا مناسبات دي أهم ثلاث كلمات في الرومانتيكية طيب فأول سؤال يقول لك الاعتزال بوعيه الاجتماعي في تعامله مع الآخرين هل الراجل ده اعتزل الناس كلها وقال أنا عسيمي الناس لو بوعيه الاجتماعي ده تجربة اللي قدامنا دي تجربة ذاتية مش تجربة عامة لو هنا خدنا الاختيار الأول معناه أنها تجربة عامة والرومانتيكيين ما اعتزلوش الوعي الاجتماعي ولو اعتزلوا بعضهم في الأبيض دي في شيء التعبير عن تجربة ذاتية في هوى محبوبته هو ده الصحبة تعبير عن هو بيتكلم دايما على أنا أنا مثل أعلى فدايما بيتكلم على نفسه بيعتزب نفسه فدايما تجربة تجربة ذاتية التطلع للمثل العليا والتمسك بالمبادئ العظمة ماشي ده من سمات رومانتيكية أنا مثل أعلى بس في مشكلة مش موجودين في الأبيض الأبيض بيكون واحدة حاببته الاهتمام بالطبيعة وجمالها ماشي ده من سمات رومانتيكية ولكن برضو مش موجودة في الأبيض يبقى جاب لي تلاتة محتمليين بس واحد موجود في الأبيض والتنين مش موجودين في الأبيض السؤال رقم 12 في الأدب في امتحان 2021 بيقول قال محمود عماد إنما اليوم مثل أمسي وأمسه كأن كان كاليومي صبحة ومساء بيقول لي بين السمة من سمات شعراء الديوان قلنا الديوان زهنية وصدام مع المجتمع زهنية أدت لصدام مع المجتمع زهنية يعني غلبت الزهن على العاطفة وقدت لصدام على مجتمع طيب تنوع وتتابع الصور البانية تنوع وتتابع الصور بين إيدا شعراء المهجر أنت لو فاكر المهجر قلنا كلمة السر الحنين يصور المهجر الحنين يصور تتابع الصور دي موجودة في المهجر طيب حاجة تانية يبقى أول واحدة ما تنفعش تانية واحدة طغيان النزعة الروحية النزعة الروحية دي موجودة في المهجر برضو الحنين يصور روح الرمز الخطأ روح موجودة في المهجر وانا بتكلم على محمود عماد اللي هو من تلميذ البرودي من تلميذ العقاط يعني مرسة زهنية فبالعندي حاجتين لازم يلاقيهم كزهنية يظلم عن مجتمع غلبة الجانب الزهني عليك ده نهاية دي اللي انا طريبها بالضبط اخر حاجة استعمال الالفاظ استعمال جديدا ده عند ابولو ابولو عندهم استعمال الحنين لغة اجنبية الحنين لغة يعني استخدام اللغة استخداما جديدا والحنين الى المواطن الزكريات واجنبية لاستخدام كلمات الاجنبية السؤال الخامس ادب وده اخر سؤال في الادب اللي جاء في امتحان 2021 ادبي لكي بيكلم حبيبته واحد اسمه الياس ابو شبكة بيكلم حبيبته بيقول لكي عندي وصية فاحفظيها هي بعد المماتي انت نسيني بيقول لحبيبته بعد ما موت نسيني ما تضعيش عمرك ورايا طيب الى اي مدى تؤكد سمة التأمل في حقاق الكون والحياة لدى شعراء المهجر بيقول الابياد دي فيها تأمل لحقاق الحياة طيب الى اي مدى بقى حطت الاختيارات قالت به جيم داي اول حاجة اظهر الشعر حبه للطبيعة غلط على طول هو ما كانش بيحب الطبيعة هو بيحب حبيبته بيقول لها ما موت ما عايتش عليه طيب تصادمت امال الشعر وطموحاته مع واقعه تصادمت امال الشعر الشعر عندما تصمد ضدمتش لاحق ده هو الراجل بيموت بيقول لها حبيبته ما فيه صدام اول ما تلاقي تصادمت بديوان على طول ايه الديوان على طول والهناء والياساء والشبكة ده مش مديوان طب ادرك الشعر حقيقة ما هو مقبل عليه فاشفق على محبوباته وواساها هو ده المظلوط انه هو التأمل في حقائق الكون حقائق الكون اظهرت لابيات رغبة الشعر في الاهتمام باهلي وما تكلمش على اهله اصلا هو تكلم على نفسه وبيقول لحبيبته ما تضيعيش عمرك عشان كده خلصنا سؤال الادب اللي هو المرخلة التانية بعد كده هنخش في الخطوة التالتة اللي هي اسحل سؤال البلاغة ازاكم الله خير الخطوة الثالثة انك تجاوب على سؤال البلاغة وسؤال الالوان الباني ازاي يجاوب على سؤال اللون البياني لازم تعرف ان انت يكون معاك اربع سواريخ بتضربهم على السؤال بالترتيب ما تقدمش خطوة على خطوة اول سؤال تسأله الجزء اللي بيتسأل عنه مثلا انت حن سنوية عامة 2021 بيقول ميز الصورة البيانية في قول الشعر حنط ظهره انا عندي اربع سواريخ هل هناك فعلك الداب هل هناك اداة تشبيه هل شيء يحدث نحن نبالغ فيه اين المشبه ومشبه بيه دول الاربع سوار عسأل سؤال هل في فعل الكداب حنط ظهره ايوه الظهر ما بيحنيش ظهره بدان في فعل الكداب يبقى على طول دية استعارة مكنية خلاص من انت مغمط كده طيب ناخده مثال تاني برضو نفس الامتحان السؤال اللي فاده سبعة اللي دبقى سبعة عشر بين نوع الخيال وقمته في عبارة تغييب عنها الابتسام نسأل اول سؤال هل في فعل الكداب تغييب الابتسامة الابتسامة بتغيب لا تغييب الانسان يبقى ساعتها ده على طول فعل الكداب استعارة مكنية وانت مغمط دي بدل اختيار الثالث على طول امتحان رقم السؤال رقم 19 برضو ل2021 ادبي استنتج من القصة استعارة مكنية هتدور على فعل الكداب اول ما تلاقي فعل الكداب هو ده الاستعارة المكنية عندك اول اختيار تمنع عينيها ان تسترسله في النظر يعني العين بتبص وانت عملت بنحها تزققها النحية التانية حتى لا تسترسل في النظر ده فعل الكداب يبقى اصطعارة مكنية ناخد امثلة بقى ما جاتش في الامتحان بيقول لي ايه محمد يغرد هل ده فعل كداب اه فعل كداب بقى استعارة مكنية على طول طب محمد كالاسدي شجاعة هل ده فعل كداب لا مافيش فعل كداب يبقى اسأل للسؤال رقم اتنين أنا عندي اربع اسئلة هل هناك ادت تشبيه يعني ادت تشبيه ادت تشبيه زي كاف كأن مثلة يشبه في واحدة من دول في كافة هي يبقى ده في أدات تشبيه بعدين في أدات تشبيه عندي ثلاث احتمالات يا مفصل يا مجمل يا تمثيلي مش هدور غرفيهم طب ايه الفرق بالمفصل والمجمل والتمثيلي المفصل عبارة عن أربع أركان مشبه ومشبه بي وأدات شبه واجه الشبه محمد كالأسد شجاعة يبقى ده مفصل مشبه محمد كالأدات تشبيه الأسد مشبه بي شجاعة واجه شبه طب المجمل أطير واحد من دول ما يكونش مشبه وانا مشبه بيه يعني يشيل أدات التشبيه يشيل وجه الشبه أول محمد كالأسد بس أو محمد الأسد شجاعة يبقى تشبيه مجمل أو تشبيه تمثيلي يعني ايه تشبيه تمثيلي أصور حالة بحالة اتنين مشبه مع اتنين مشبه مع وجود أدات يعني مثلا ايه محمد وسط زملائه كالأسد وسط النمور يبقى فيه محمد وزملائه والأسد والنمور وفيه كاف بينه يبقى اتنين مشبه واتنين مشبه بيه وفيه كاف ايه منه طب محمد كالأسد شجاعة دفلا أربعة يبقى تشبيه مفصل طب محمد كالأسد بدان فيه أدات تشبيه يبقى تشبيه مجمل انقض المجاهد على العدو كما ينقض الوحش على الفريسة يبقى نمسك يبقى عندي مفصل مجمل يبقى انقض المجاهد على العدو يبقى الانقض المجاهد على الفريسة يبقى المجاهد بالوحش والعدو في الفريسة اتنين واثنين في ادات تشبيه بدي اسمه تشبيه تمثيلي محمد يعرف كل شخص فيه البلد فيه فعل كذاب محمد يعرف ده مش كذاب امتى يكون كذاب اما يقول محمد يغرد محمد يفترس لكن يعرف ده الفعل بتاعه محمد يعرف ده الحاجة دي فيه ادى التشبيه لا يمكن يكون لمفصل ولا مجمل ولا تمثيل نبدأ نخش في الساروخ رقم 3 ايه الساروخ رقم 3 اللي هو محمد يعرف كل شخص في البلد ده الساروخ رقم 3 هل حاجة بتحصل وإحنا بنبالغ فيها اه محمد بيعرف اشخاص هيما بس مش كل شخص يعني يبقى ده كنية على طول طيب نخش العلم نور هل فعل كداب لا مش فعل كداب فيه ادى التشبيه ما فيش ادى التشبيه طيب العلم نور دي حاجة بتحصل وقعيا وإحنا وإحنا بنبالغ فيها لا العلم مش نور مش بتحصل وقعيا الكتاب ما بينورش بالليل طيب ندور عن مشبه ومشبه بيه ده الساروخ رقم 4 والأخير العلم مشبه والنور مشبه بيه عندي مشبه ومشبه بيه بدأ ما عندي مشبه ومشبه بيه بعضو التشبيه بليغ طيب نسل بعد كده يدو العلم هل فعل كداب ما فيش فعل كداب فيه ادى التشبيه ما فيش ادى التشبيه في حاجة بتحصل وإحنا بنبالغ فيها العلم ليش ايد يبقى ما تحصلش يبقى الصاروخ الرابع أين المشبه والمشبه به المشبه العلم والمشبه به الانسان الذي له يد طيب العلم المشبه موجود الانسان موجود لا مش موجود لو عندي مشبه بس يبقى على طول استعارة مكنين يبقى الصالوخ الرابع بدور على المشبه والمشبه به لقيتهم الاتنين تشبيه بليغ لقيت واحد وما لقيت المشبه وما لقيتش المشبه به يبقى استعارة مكنين لو لقيت مشبه به وما لقيتش المشبه يبقى استعارة تصرح زي انتصرت قصودنا في اكتوبر قصودنا هل في فعل كدب ما انتصرت الجنود القصود يعني الجنود مش كدب ولا حاجة طيب هل في أداة تشبيه لا هل في حاجة بتحصل وقعيا أن الأسود كانت في حرب أكتبر بتعمل إيه الأسود في حلقة الحيوات دي حاجة ما بتحصلش طيب نعمل إيه نقول شبه الجنود بالأسود الجنود مشبه مش موجود والأسود مشبه بيه موجود بقت استعارة تصرحية بقت استعارة تصرحية طيب آخر سؤال يقولك دلل من الأبيات على استخدام الشاعر للصور البيانية الممتدة يعني صورة بيانية ممتدة ده برضو كنتحان 2021 يعني مشبه واحد ومشبهات ياما يقولك محمد يفترس ويظهر يفترس يعني أسد ويظهر أسد يبقى عندي بشبهه وكذا يبقى محمد ده مشبه وليه أقصر مشبه بيه طيب ساعتها اللي بيحصل بقى نسميه صورة ممتدة وجيب لي أربع جمل هو الحق جاء يبقى كده صورت الحق بشخص فهو غريب يبقى صورته بشخص وشخص غريب ده يجيز سورة الممتدة إن أنا حط المشبه وحط أكتر من مشبه به طيب نقوله قبل هذا أستغفر الله دي ولك الخطوة الرابعة في حل امتحان سنوية عامة أو أغولة أو تانية سنوي إن أنت تحل سؤال العلاقة بين الجمل وبين الأبيات طب حله إزاي السؤال ده بيعتبر من الأسئلة المهمة جدا وبيجي على طول أنت عندك في تفكيرك لازم تعرف إن عندك سبع أسئلة عتسألهم لنفسك عرفتهم من أول نظرة خلو بركة ما عرفتهمش تجيبهم واحدة واحدة أول حاجة هل ينفع كلمة عشان بين الجملتين لو بين الجملتين اللي طالب العلاقة بينهم ينفع كل أو حط كلمة عشان يبقى العلاقة تعليل على طول تعليل وسببين ناخد مثال بين العلاقة بين نجحة في حياتي اتصف بالصدق عاوز العلاقة بين الجملة دي والجملة دي أول سؤال من السبع أسئلة اللي أنا بيكونوا في دماغي أحط كلمة عشان نجحة في حياتي عشان اتصف بالصدق خلاص يبادت عليل وانا مغمط كده ودي اكتر علاقة بتيجي طيب اخد جملة تانية اتصف بالصدق نجح في حياتي يقول لك هتلعلاقة بينه عبدأ احط كلمة عشان اتصف بالصدق عشان نجح في حياته يعني هو اتصف بالصدق عشان نجح في حياته لا طبعا طيب اخش بالسؤال التاني احط نتجة عن ذلك نتجة عن ذلك اتصف بالصدق فنتجة عن ذلك انه نجح في حياته يا اه تمام يبقى ساعتها ده علاقة نتيجة يبقى عشان تعليل نتجة عن ذلك نتيجة طيب ناخده مثال ثالث اتقوا الله في الضعيفين المرأة والياتيم نحط كلمة عشان اتقوا الله في الضعيفين عشان المرأة والياتيم لا اتقوا الله في الضعيفين نتجة عن ذلك المرأة والياتيم لا طيب هل يوجد بقى السؤال الرقم 3 السؤال الرقم 3 هل يوجد كله واجزاؤه الضعيفين ده كله واجزاؤه المرأة والياتيم بدان فيه كله واجزاؤه يبقى اجمال وتفصيل او تفصيل واجمال هنا جاب الاجمال الاول الضعيفين يبقى العلاقة بين اجمال وتفصيل طيب مثال تاني اتقوا الله في المرأة والياتيم في الضعيفين احط بينهم عشان اتقوا الله في المرأة والياتيم عشان في الضعيفين لا نتجة عن ذلك في الضعيفين لا طيب كله واجزاؤه اه المرأة والياتيم جزء من الضعيفين يبقى ايه اللي يحصل بيبقى ده كله جزء يبقى اجمال وتفصيل بس التفصيل جاء الاول يبقى تلي علاقة تفصيل بعد اجمال يبقى عندي ثلاث اسئلة اخدناها عشان نتجة عن ذلك اجمال وتفصيل طيب ناخد واحدة تانية سأقول لك نصيحة لا تجذب طيب طب عشان سأقول لك نصيحة عشان لا تجذب لا ده النصيحة هي عشان لا تجذب هي ده النصيحة طب سأقول لك نصيحة نتجة عن ذلك لا تجذب لا برضو ده نتجة عن الاخذب النصيح لك بتكتبش طب اقول لك نصيحة لا تجذب ده كله جزء لا مفيش كله جزء طب اطبقى بقى السؤال رقم اربعة اي سؤال ايه اي سأقول لك نصيحة أي يعني النصيحة ديت لا تجذب يبقى ده تفسير على طول يبقى التفسير بعرفه بعلامة واحدة اللي هي أي طب هل يوجد تشبيه أو تمييز ده السؤال لرقم خمسة ناخد مثال محمد كالأسد ما العلاقة بين محمد وكالأسد إيه العلاقة بينهم الأول ملاقي تشبيه أو تمييز على طول توضيح الفكرة العلاقة بينهم توضيح فجرنا الأرض عيونا إيه العلاقة بين فجرنا الأرض وعيونا هنا في تمييز بدان تمييز أو تشبيه وانا مغمض على طول توضيح مش محتاجة بقى أسأل أسأل طب هل يوجد تكرار أول ما شوف تكرار على طول يبقى تأكيد هل في ضداد يبقى مقابلة يبقى في حاجات ما بسألش وفي حاجات ايه بسأل دول سبع أسئلة لازم أسألهم عوصل للعلاقة فورا ناخد التدريبات تانية من كان مرباه بالعصف حمله ذلك على الكذب عن طبق من كان مرباه بالعصف عشان حمله ذلك على الكذب عشان حمله ذلك على الكذب لا طبعا يبقى العلاقة مش تعليل طيب نضرب السؤال التاني من كان مرباه بالعصف نتج عن ذلك حمله ذلك على الكذب تانية لأنه جاب السؤال رقم اثنين طب بنية الإسلام على خمس الشهادة الليل الله وخمس صلى الله عليه الزكاة العلاقة بين بنية الإسلام على خمس وشهادة الليل الله ده كل جزء بدان كل الخمسة دول إجمال وده التفصيل بتاعها يبقى إجمال وتفصيل على طول مش محتاج بقى أسأل عشان والكلام ده كله طب هل أتاك حديث الجنود مين هم الجنود فرعون وثموت ده إجمال وتفصيل بتاعه وما ينفعش عشان ولا نتج عنه ولا ولا أي حاجة هي دي ما ينفعهاش غير إجمال وتفصيل طب أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ونى نصرهم عنه وما نزعهم أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم عشان ما ونى نصرهم عنه وما نزعه طعوه عشان هم بينصروا لا طب أعطوا نبي الهدى طاعتهم ترتب على ذلك نتج عن ذلك فما ونى نصرهم عنه وما نزعه يبقى دي علاقة نتيجة من يتهيى بصعود الجبال يعش أبدا الضهر بين الحفر أي نتيج أي شرط أي شرط أو جواب طلب وانت مغمى النتيجة على طول أي شرط جواب شرط أو جواب طلب وانت مغمى النتيجة لا تطبق ولا ما تطبقش طيب فقلت خلوا سبيلي لا أبى لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول نشوف ينفع كلمة عشان خلوا سبيلي عشان كل ما قدر الرحمن مفعول أيوه سيبودي عشان ربنا اللي قدره موجود يبقى دي علاقة تعليل فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها دي على طول جملة وعكسها يبقى مقابلة بدم جملة عكس جملة تبقى مقابلة طيب يقول صف قد الحبيبي يقولون صف قد الحبيبي ولحظه وجناته والصغر قلت لهم قر قر قد ولا رمح ولا حظ ولا ظبي وخد ولا ورد وصغر ولا در هنا إيه اللي حصل إنا بيقول عاوزين قد الحبيب وهنا بيوصف لهم بيوصف الحاجات دي فده قد ده إجمال والتفصيل بتاعه نحية التالية ده إجمال وتفصيل كده احنا خلصنا يا إخواننا القعدة اللي احنا هنشتغل بها بعد كده بقى نحاول نحل الأسئلة نفسها بقى الموجود الانتحان ده في العلاقات جاه السؤال رقم 4 و 16 و 32 و 57 و 59 يعني جاه سؤال العلاقات خمس مرات في امتحان 2021 سنويا عام طيب ننشوف بقى واحد واحد كده رقم 4 رقم 4 بيقول ايه بين المقولة التي تفسر قصف الجماهير الجماهير الحق بالحجارة بيقولك تفسر الكلمة تفسر يعني او تعلل او تبين السبب ده تعليل على طول بجيب كلمة عشان على طول بحط عشان وهي اللي بتجيب للإجابة دي هو بيقولي قذف الجماهير عشان ايه ليه الجماهير قذفه الحق عشان الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل تمام إجابة مظبوط يبهي دي المظبوط طب عشان الحق لا ينتصر إيه لا بمزعج الباطل طب إيه علاقة ده يعني هو عشان لا ينتصر مزعج الباطل الجماهير بتكذفه لا عشان الحق محيط لا عشان الحق الذي يضر الناس لا هي الوحيدة اللي بدأت حطيت عشان تطلع معاك على طول اللي هي رقم ألف طيب ده رقم أربعة السؤال بعد كده رقم ستاشر استنتج علاقة قد ملأتها خطوط غليظة زرقاء ذاهبة في كل اتجاه ومع ذلك فقد كانت نظراته إلي نظراتها كانت نظراتها إليه لا تخلو أبدا من سوء ظن في الفقر السابق أنا عاوز بقى أبين العلاقة بين دية و دية إيه العلاقة دي بقى هو ده الكلام اللي احنا عاوزين نركزه إيه العلاقة بين الجملة دي والجملة دي أول حاجة أطبق القواعد دي أنا حفظتها قد ملأتها خطوط غليظة زهبة في كل اتجاه الراجل بيكلم بيكلم الست وماسك ألم وعمالي شطة بيعمالي شغبط 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 على الولاء اللي قدامه وهي الست وهي بتكلمه نظراتها لا تخلو أبدا من سوء ظن وعاقب الست فهمة إنه بيكذب عليها وبرياحها بس في الكلام دي سؤال في الأسئلة الحرة يبقى يبقى عمالي شغبط عشان كانت نظرات عشان كده نظراتها إليه لا تخلو أبدا من سوء ظن يبقى دا تعليل للكلام مع كلمة عشان تنفع بينه بقى تعليل على طول بدام تعليل يبقى الأول دليل على صدق التاني يبقى الأول دليل على صدق التاني وده أصعب سؤال جه في في امتحان 2021 اللي احنا بنحل طيب يبقى احنا كده حلينا سؤال أربعة وسؤال ست وشر عندنا سؤال 32 و57 سؤال 32 بيسأل بردوك في العلاقات بيقول إيه استنتج العلاقة من الفقرة التانية والفقرة التالتة الفقرة التانية والفقرة التالتة ده يعني لو بصينا للفقرتين هتلاقي العبارة الأولى الفقرة الأولى إجمال الموضوع الفقرة التانية تفصيل تفصيل لها فالعلاقة بينهم تفصيل بعد إجمال اللي هي أول واحدة طيب بعد كده السؤال رقم 57 بيقولك حدد الكلمة الأنسب للربط بين الفقرتين السابقتين عندي فقرة والتانية وعاوز أنسب للربط الفقرة التانية نتيجة للفقرة الأولى بدام نتيجة للفقرة الأولى عمش هختار كلمة حيث ما لأن دي أصلا مش نتيجة لأن ينفع فيها عشان بدام عشان ما ينفعش حيث وطالما ما هجلعب النتيجة لكن بذلك زي عشان بالظبط بذلك زي لذلك زي عشان بالظبط طيب ربما دي بتفيد الشك ما تنفعش فالاختيار هو رقم ج السؤال رقم 59 سنوية عامة لقد اقترب نوعد الامتحان وانت اطموحك كبير نقط احرص على بذل الجهد اطبق كلمة عشان بدان فيه علاقة اطبق على القاعد على طول انت اطموحك كبير عشان كده احرص على بذل الجهد تنفع يبقى دي علاقة تعليل السببية طب الكلمة اللي فيها السببية تحت رغم ذلك رغم ذلك دي مي السببية دي دي بالعكس يقولك انا ذكرت رغم ذلك سقط رغم ذلك ما تنفع عشان بتتكلم على العكس لكن برضو بتتكلم على العكس ده بصلح الفهم الخاطئ مع ذلك برضو بتتكلم على العكس التلاتة دول مينفعوش انا عاوز تعليل عاوز سببية لذلك هي دي اللي بتتدل على السببية كده نغلصنا اسئلة العلاقات بين الجمر وده منقصع بالاسئلة في امتحان سنوية عامة الخطوة الخمسة والاخيرة او انت بتحل امتحان سنوية عامة او امتحان اولى او تانية كله زي بعضه انت تبدأ تحل المتحرر وباقي الاسئلة كلها بقى تاخدها كده اي اللي قابلك تخلص بس قبل ما تبدأ في المتحرر لازم تخلي بالك من اربع ملاحظات الملاحظة الاولى اقرأ الاسئلة بتاعة المتحرر قبل ما تقرأ المتحرر نفسه عشان تعرف ايه النقط اللي تركز عليها ما تقراش وبعين تقرأ الاسئلة وترجع تقرأ القطع وبعين تقرأ الاسئلة وبعين تقرأ القطع لا مرة واحدة تقرأ الاسئلة وتعرف المطلوب تقرأ كويس بدقة وانت بتقرأ عند السؤال عن الاحداث دايما بيجيب لك ثلاث احداث غلط ما حصلوش وحدث واحد اللي حصل وتغالبة بقى سؤال اولا اين تاني حاجة لو سألك على السؤال حاجة مادية دور على الاجابة المادية سألك على المعنوي جيب معنوي الملاحظة الاخيرة الزجر ده نهي بس لكن الاعراض في لو يوش والتهديد لازم يكون في عقوبة يبقى عندي في فرق بين التهديد والزجر والاعراض في فرق ايه بينهم معنى نحتاجهم في انتحان اللي هو 2021 بتاع سنوية عامة طبعا نبدأ ما ناخد الانتحانات ونخلصها كل المتحر انه كده خلص خلصت نحو اول ما دخلت وبين خلصت الادب وبين خلصت البلاغة وبين خلصت العلاقات خلصت كله دلوقتي انا مركز كل تركيزي بقى في المتحر اللي هو بياخد وقت اللي انا حفظت اللي انا حفظ طيب جميل الزهاوي بيقول صدق الزهاوي ده راجل من شعراء المدرسة الكلاسيكية زي ما ارجعوا للجزء بتاع الادب لقد كنت في ضرب ضرب ببغداد ماشيا وقد اوشكت شمس النهار تغيب فصادفت شيخا قد حنت ظهره ظهره زله فوق مستن الطريقي ده بيب اللي انا عملته صح ولا غلط غلط ليه مفروض انا مبدأش المتحرر المقرأ الاسئلة الاول المقرأ الاسئلة عارف انا مركز علي طيب يرى نبدأ نرى الاسئلة الصح كده طيب السؤال يقول لك معنى مستن الطريق يعني الطريق هلا هو عجوز يزيل الازى ولا ثياب غلية ولا يسير متأملا ولا شيخ محن الظهر ده في البيت التاني عسيبه عسيب اكمل لحد ما خلص طيب استند دلالة قول الشاعر في البيت التالت على خلق خلق الشيء خلق يبقى معناوي عايجيب لي اربع حاجات عايجيب لأربع ده أنا عندي من غير مبص القطع خالص المعناوي اجابته معناوي الخلق يعني معناوي نظافهم فلم تدنس لهن جيوبه هل معناها اهتمامه بمظهره ده ده مدي مش خلق ثوب الشيخ ده مدي مش خلق شدة فقره ده مدي مش خلق شدة فقره اظهار تحلي الشيخ بالطهر والعفة هو ده اللي مطلوق هو ده الخلق الكويس اللي بيسأل عنه الشيخ خلاص طيب يبقى ممكن انا جاوب بالقواعد انا قلتلك على دي من غير محد محد ابوص علي طيب سؤال رقم ثلاثة استنتج المغزى من تتابع المشهد في قوله اهاله عليه الحصى يرجمونه ثم وصفاه في البيت التالت هو الحق جاء اليوم فهو غريب هل هو اظهار قرهية الناس للحق ولا اظهار ضعف الحق ولا قوة الحق ولا بيان ضعف الناس مش انا كده فهمت ان انا عاد سأل في الحتة دي عشان اونا بنقرأ اخلي بالي صار رقم 5 دلل من الابيات على الازى المادي الذي اصاب الشيخ مادي مادي يبقى ظهر عن مادي فصادفته شيخا القرحانة الظهر وظهره هل ده اظه مادي لا مش مادي طبعا ولا حاجة اظه المادي لازم يكون حاجة في الجسم الحناق الظهر ده مش اظه مادي يسير الهوينة ده اظه مادي لا يسبونه ده معنوي الشيطين ما بتعورش لكن في الرأس منه شجة وندوب هو ده الاجابة رح معلم عليها بس كده عشان دي اللي احتاجها وانا بنقرأ هتأكل يعني استنتقى العاطفة المسيطرة على الشاعر من الابيات انا عندي حزن وقسى غضب وشعور وخوف هنشوفوا رحنا بنقرأ بعد كده ماذا قصد صابر طيب كده خلصنا الست اسئلة اللي موجودة عن المتحرر ابدأ بنقرأ بقى الابيات وانا عارف انا بسأل عن ايه انا عارف انا بسأل ايه عن ايه اهو الراجل ماشي في ارض بغداد بالمغرب لقى شيخ الظهر حنى ظهره زله فوق مستن الطريق دبيب وهو مستن الطريق على الطريق اللي الناس ماشي فيه ومش قادر يمشي بسبب ضعفه صادف شيخا قد حنى ظهره ظهره زله فوق مستن الطريق دبيب في سؤال على ده بما وصف الشاعر الشيخ في البيت التاني وصف انه عجوز يزيل الازى لا ما عندوش زيل الازى ما فيش ازى اصلا عليه ثيابه غالية لا ثيابه مش غالية ما فيش كلمة غالية ولا ثياب اصلا طيب يسير متأملا لا ده ماشي مش قادر يمشي يبقى هي شيخ ومنحاني الظهر يحرق قدمي وعلى الطريق بصوب هي ده الاجابات طيب اللي بعد كده في البيت التالت بيسأل بيقول نظاف لم تدنس لهن جيوب ده ده خلق ده معنوي يبقى على طول اختار تحل الشيخ بالطهر والعفاف التلاتة التاليمة ينفعوش عشان هما كلهم مادي المظهر والثوب والفقر مادي لكن الوحيد المعنوي سأل على معنوي نجور على معنوي طيب ايه المغزم انت تابع المشاهد اظهار قراءية الناس للحق واقترائهم عليه لفساد اخلاقهم صح لانه بيتأزى وهو غريب اظهار ضعف الحق لا الحق مش عاجز ولا ضعيف طيب بيان ضعف الناس الناس بيدربوا مش ضعاف بيان قوة الحق لا الحق ليس قوي يبقى عندي واحدة بس اظهار قراءية الناس الحق هي دي المزبوطة طيب الازى المادي ما عنديش غير في الرأس منه وشيجاته من غير ما بص في القطعة لان ده مادي وده الحاجة الوحيدة المادية استنتج العاطفة قلنا العاطفة بتبين باللي بعدها الحزن والأس بسبب قراءية الناس الحق يا أخواننا ينفع خطال حزن وغضب وغربة وخوف ينفعه الاربع بس مين بقى اللي هيحدد الكلام اللي بعده لو حزن وقس بسبب قراءية الناس الحق فدي غلط الشعور بالغربة طب هو والوطن من الأصدقاء طب ما هم فيش فتراق أصلا الناس بتوع بغداد ما سابوش بغداد ولا الحق لا ده الحق أصلا من المدينة بس هم اللي خلوه غريب الخوف من ظلم الناس وقسوتهم على الغرباء المحتاجين للعطف لا الناس ما بيزدموش الغرباء الناس بيزدموه الحق بس الحق بس فهتلاقي العاطفة الوحيدة اللي مزبوطة هي العاطفة رقم طيب بعد كده في القطع اللي بعد كده ماذا قصد فهتلاقي العاطفة الوحيدة اللي مزبوطة هي العاطفة رقم ألف طيب بعد كده في القطع اللي بعد كده ماذا قصد صابر بقوله كتبت كل حاجة اللي قلتها وزيادة كمان إظهار العناية ودقاته في كتابة الخطاب دلوقتي فيه واحدة ست قاعدة جابت راحة لواحد كاتب وبتقوله يا ابني اكتب لي جواب وبعد ما كتب لها هو ما كانش بيكتب الجواب ولا حاجة لأن ابنها أصلاً كان مات والناس كلها عرفة أنه مات ابن سياء مقتنع أن ابنها لسه حي طيب فهو كان عمالي شعبط وهي بتمليه فهي بتسأله في الآخر كتبت كل حاجة قال لها كتبت كل حاجة اللي قلتها كله وزيادة كمان وزيادة كمان طيب ماذا قد يقصد بالكلمة اللي قلتها كله إظهار العناية ودقته في الكتابة لا لأنه كان بشعبط التعبير عن تطقر وضيقه من الحاحة لا ما جنش بالدائع ده بقول الله يتكلمه براحتك توضيح رغباته في الاطمئنان على سلام ابنها لا لأنه متحكد أن السلام ده مات ومال محاولة طمأناتها والتغطية على خداعه لها أنه ما كتبش الجواب أصلا لأنه عارف أن السلام ده مات وهو والجواب ده أصلا عمره ما يوصل طيب السؤال المتحرر رقم 15 فظل فم العجوزي مطبقا لحظة ثم فتحته قليلا وأخذت تدير لسانها وكأنها تبحث عن رقيها الجاف دي فقرة أولى فقرة التانية فصدمت لم يرسل ففتحت فمها تبحث عن إجابة بعدها طيب السؤال الجملة دي في الفقرة الأولى بتفيد إيه قريبة والشك في كلام صبر يعني هي كان بتشك أن صبر بيضحك عليها وما بيكتبش الجواب لا كان عندها أمل وكان عندها أمل لابنها يرجع ما كانش عندها شك الضعف اللي أصاب سمعها وكلامها لا سمعت الحزن والخيرة بحسن عن أمل هو دا الصحب يبقى ظلت ظلت فمل عجوز مطبق اللحظة عشان حزينة وتدور على أي أمل لكن هي سمعت وعاوزة ومش بتدور على طريقة تانية تتصل بابنه لا دا هي كانت حزينة وتبحث عن أمل جديد تمشي وراه طيب ما المقولة التي تعبر عن حالة من مالي تعبر عن حال الأم في القصة أشتاق إليك يا ولدي ولا أستطيع ويصالك إلا بكلمات ينبض بها قلبي وأنكر كل قول يقتل حلمي هو دا صح أنا بشتق إليك وبكتب الجوابات وأي حد يقول لابنك سلام استشهد في الحرب أنا برفضه وبفضل أبعث جوابات برضه هو دا الكلام المزبوط الموافع للقضاء طب التلات اختيارات التانية مش غلط ليه أبعدك القدر عني ولكن شعوري بأنك موجود يهملكني هنا ألم يخنق أنفاسي ولكن حضورك بإحساسي يفرحني لا ما فيه صراع مع الكاتب أصلا يعني الست مش بتصراع نفسي الست عندها أخين ابنها عايش عندها ابنها عايش شكرة تبعت له فهنا يقولك الصراع وألم يخنق نفسي الست اللي عندها صراع والألم يخنق نفسها الست مش تهل ابنها بس طب الاختيار خانجيم فرقتنا الأيام ولكن ليه أحلاما فيك والحزن يعصرني لبعدك الذي طال عني وأتمنى ألا يستمر كثيرا دي جملة دية محتملة ولكن هي ما فيش ما فيش فيها بيان الكتابة بيان إن هي بتكتب له جوابات والقطعة بتقول أنا بكتب جوابات آخر اختيار ابن الحبيب كلما اشتقت إليك توسلت السماء لا هي هم تكتب توسل السماء بتكتب جوابات يبقى السؤال جيم وده الغلط وألف غلط والبيه هو الصح طيب في سؤال متحرر رفعت عينيها الكائبتين وقد اختلج منهما شهاع زائغ في كتاب في موضوع الكنيسة مورت بيقول لي وازن بين العبارتين السابقتين من حيث دلالة الألفاظ على عاطفة الكاتب طيب أنا عندي عبارتين كاتب يقول رفعت عينيها الكائبتين وقد اختلج منهما شهاع زائغ فيه أمل وفيه شك واتهام وفي الكنيسة نورت ومن أكثر صور تلك الأيام التصاقا بذاكرة زاكرة أبناء جيري من أهل المنطقة صورة انتظارنا مدفع رمضان على شاطئ النهر تمام يبقى عندي اتنين متحصرين عاوزين نوازن بينهم طيب الإجابة الصحة فين الإجابة الصحة رقم بيه ليه ألفاظ الكاتب الكائبتين أختلج زائغ أمل شك أبرزت مشاعر غضب الأم وحيراتها وحزنها لتأخل لسائل ابنها أما ألفاظ الكنيسة نورت التصاقا زاكرتي أبناء جيري فقد أبرزت عطفة الانتماء إلى قريته يبقى الألفاظ بتدل على الأم زاعلان لبنها مبعت هاش الجوابات والألفاظ في العبارة التانية بتاعت الكنيسة نورت بتدل على الراجل ده معتز بقريته الانتماء لها ده كلام مظبوط التلات اختيارات التانية غلط ليه بيقول كائبتين أختلك أبرزة قوة حيرة الأم ولافت على سمع أخبار الغائب ماشي صح أما ألفاظ أصلا اللي هي الكنيسة نورت كانت أقل قوة لا مكنتش أقل قوة دي نفس الجودة بس دي بتتكلم على الانتماء والتانية بتتكلم على حوز طيب اختيار رقم جيم غلط برضو ليه يقول لك الكنيسة نورت أظهرت قوة الشعور بالغربة ازاي غربة فين الغربة دي وحيرة الأم ولافت على السماء أخبار الغائب لا مفيش حاجة اسمها غربة ده أنا عايش وبنتمي قريتي بحب قريتي مفيش غربة فيه السؤال رقم دال كلت هما مشاعر الضقر والضيق لا واحدة سعلانة عشان بنا بعتلاش جاب والتاني بينتمل قابلته مفيش الاتنين فيهم ضقر طيب سؤال رقم واحد وعشرين برضو تمزلنا في امتحان سنوية عام الفين واحد وعشرين بين الاسلوب الذي استخدمه الكاتب في الفقرة الثانية لجعل القارئ يعيش أفقار المرأة الاسلوب اللي خلي الكاتب القارئ يعيش الوصف على لسان كاتب القصة والحوار الداخلي للمرأة فيه حوار داخلي في آخر سطرين للمرأة المرأة بتقول امتى ابني عايبعث لي جوابات فده اللي خلى القارئ يندمج ويعيش أفقار المرأة يبقى الحوار الداخلي في آخر سطرين طيب طيب الحوار المتخيل بين أمه سلام وابنها لا ما فيش أمه سلام ما بتكلمش ابنها خالص طيب حوار متبادل بين أمه سلام وابن صبر لما فيش حوار بين المستامة صبر مفيش حوار كتبت يا ابني أه كتبت خلاص توادل من ابن بين صبر وبين نظر المحطة ابن نظر المحطة مش موجود أصلا يبقى هو الإجابة رقم بيه ومفيش غير طيب السؤال رقم 22 تعددت مستويات اللغة المستخدمة في قصة أمه سلام صح طيب هات من النص ما يزبط صحة المقولة إن فيه مستويات لغة الإجابة اللي صح رقم بيه ليه الفصحة تنقل قدميها العاريتين على تراب الطريق والعمية سلام لسه ما بعدش حاجة بقى عنده مستوي مستوى لغة فصحة ومستوى لغة عمية ده الإجابة الصحة التلاتة التانين غلط ليه قالب يقول لك وحد الكاتب فيه فيه استخدام الصيغة لا مش كلها فصيحة فيه لغة عمية السلام لسه ما بعدش تعددت الرقم جيم تعددت مستويات الفصحة بين الجزلة والفصحة القريبة لا بيقول لك اتنين فصحة واحدة فصحة جزلة والتاني قريب غلط ليه لاني كان فيها لسه ما بعدش حاجة تأكد عمية واحد كاتب لغة الحوار رغم تعدد الشخصيات لا ما وحدش خلى دحاجة ودحاجة يبقى التلاتة كلهم غلط والصح رقم به طيب من مقصود بقول الكاتب تحشر نفسك معهم تحشر نفسك معهم في القطعة معناه تتدخل فيه حديثهم دون اذنهم خلاص طيب ده معناها تحشر نفسك معهم لكن ما بتتدخلش في شؤونهم الخاصة لانهما بتتكلم انت يعد تطلق جلوس بينهم لانهما ما حدش انهما تعودش تتطاول في حديثك اليهم لا لكن ما تدخلش في الحوار بدون الاسم هو ده اللي تم الانقار على الكاتب المتحرر رقم 24 ما الذي جعل الطفل يتململ كما فهمت من الفقرة الاخيرة عندنا قاعدة بتقول اختر المباشر على افتقاض من يشاكر يشارك اللعب والكلام دي الحاجة الوحيدة اللي كان تململ منها مش عاوز يقعد مع ستاة بس مش لقي فاضطر يقعد خلاص طيب المتحرر رقم 25 استنتج ما تدل عليه هيئة الاب كما وصفها الكاتب ده الابو عمرو ده زجر ونه طب ليه ما قالش اعراض لان ابوه ما ديرش وشه طب ليه ما قالش مدعم وطلط لان بيمنعه ان يتدخل في شؤون الناس اللي بيكلموا طب ليه ما قالش تهديد وعيد عشان استنتج من خلال ما قرأ الاسلوب الذي تبعه والد الكاتف في التربية حنو يغلب عليه شدة الحرص يعني هو حنين وفي نفس الوقت مش حاوز يفوت اي غلط لابنه اهمال لا مش مهم غلزة لا مش غلزة موازنة من الشدة واللين لا ده هو حنين وفي نفس الوقت بيهزق طيب السؤال رقم 27 طاق وازن من خلال فهمك الفقرة بين شخصية طاحسين والكاتب في اسلوب كل منهما في التعبير عن حاجته ورغباته في ضوء ما ورد في حديث كل منهما عن نفسه طاحسين بيقول ولا أستطيع أن يطلب ذلك فأبغض شيء إليه أن يطلب إلى أحد شيئا ولو ولو كان ذلك إلى أخي لرده عنه ردا رفيقا أو عنيفا ولكنه مؤلم له مؤذي لنفسه على كل حال فالخير أن يملك على نفسه أمره ويكتم حاجة عقلي إلى العلم وحاجة أذنه إلى الحديث طيب الإجابة إيه بقى الكاتب مندفع مجاهر بحاجاته أما طاحسين فمتحفز متكتم في التعبير عنه ده صح يبع عندي كاتب يقول أنا عاوز كذا وكذا أما طاحسين في الوقت ده وهو صغير كان عنده تحفز ما يقول شو عاوز إيه طيب سؤال رقم 28 اقترح اقترح التصرف الذي كان يمكن أن يرضي الإبن ويحظى بقبول الأب في ضوء فهمك للموضوع اللي كان يرضي الإبن والأب يقبله أنه يتكلم مع والديه فيما يخصه ويصل إلى أرض وسط ولكن هو ولاج ولكن هو الوسط يبقى الحاجة اللي كان ترضي الإبن وتعرض بالقبر أنه هم يتناقش ويوصل إلى الأرض وسط لكن المشكلة أن الولد ما بيتكلم مش بيوصل مع أب الأرض وسط هي دي المشكلة فلو أنت عاوز تقترح يبقى لا يزال نقول لطلع حسين أما حاجة يتكلم والدك ويوصل لأرض وسط طيب ما لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر يبقى أنت تكون الأب عاوز يكون وسط بس بدا ما حصلش لأن الأب شد على الولد هم لإيه الإجابة ومن يقو حازما فليقص أحيانا على من لا على من يرحمه دي بقى الأب مع إنه حنين جدا بس قصع أحيانا فالأب مكان شو وسط الأب كان حنين ولكن بيقص أحيانا ده السؤال رقم 29 في امتحان سنوية عامة 2021 طيب بما يتميز نهر النيل عن أنهار العالم وفقا لموسوعة جينيس أول ما تقلق القطع هتلاقي طول مجراء ده موجود بالنص في القطع حاجة الوحيدة يتميز النيل عن أي نهر في العالم طول مجراء طب أين تقع أكبر دلت في العالم تقع في مصر في دميات ورشيد ده سؤال 31 سؤال 33 استندق المرحلة التي يتخذ فيها النهر مسمى النيل التقاء النيل الأبيض والأزرق يبقى النيل اسمه نيل امتى أما بيلتقي النيل الأبيض والأزرق لكن قبل ما يلتقوا ده اسمه النيل الأبيض ده اسمه نيل أزرق لكن النيل اللي هو النيل عمتنا ما يلتقوا مع بعض عند مدينة الخرطوم قبل ها الاتنين كل واحد لإسم 34 حدد ما يلي مقولة تفسر كيف تكونت التربة الخصبة للدلدة كونت من ترصب الطمي الذي تحمله مياه النهر وتراكمه عبر ألاف السنين ده اللي موجود في القطع وده الصح الطمي ترصب على الضفاف فتكونت التربة الصمراء طيب سؤال 35 هاتم الموضوع ما يتفق مع مقولة روديت مصر هيبة النيل الإجابة الصح هي إجابة رقم به يصل النيل مكونا للدلدة وهبا أرضها الحياة والنماء ريا وزراعة ونقلا وتجارة وسيطا هي دي الجملة اللي بتدل على مصر هيبة النيل طيب ما انفعش رقم الجيم اللي هي يحمل النيل 110 مليون طن لأن السد العالي منع الكلام ده دلوقت وكمية الطن دي بتؤثر عدواء الحوض بس احنا مصر ما عندلاش الكلام ده أصلا قصة كلها في الجملة دي مصر هيبة النيل في الاختيار رقم به طيب في ضوء فهمك للموضوع رأيا مبررا انتجاه من يجرفون تربط الارض الزراعية ويقيمون المباني الخلطانية عليها نقول لا يجوز اهدار صروة طبيعية لا تعود لأن الكلام على النيل وهبهل على النيل والنيل هبة لمصر عبر الاف السنين طيب ده العبارة المزبوطة اللي بتعبر عن اجابة السؤال بالضبط ده بدو فهمك ان مصر هيبة النيل ما ينفعش اهد الاف سر وضيع التربة اللي جات لنا عبر الاف سنين ومش هتيجي تاني لأن السد العالي منع التربة دي خلاص فكل التربة ضاعت مش هرنعف نعوضها طيب عايق بعد كده السؤال 53 بيقولك حدد الترتيب الضهيق للفقرات عشان نحدد الفقرات لازم يكون عندي مشكلة وحل المشكلة لازم تبدأ باسم او فاعل ما ينفعش تبدأ بواو يعني اول فقرة لا وهناك ما ينفعش على الواو دي تبقى هي البداية لبدأ بدأت الجملة يبقى لازم اسم جملة الجملة الفقرة التانية بعد التصحر هي دي اللي تلفع فالفقرة التانية هي رقم واحد وبعدين الفقرة الاولى وبعدين التالتة وبعدين الرابعة خلاص والربعة دي اخترناها ليه لان فيها ومن التدابير الفعالة فدي دايما بتبقى الخاتمة انت بتلخص القطع اللي انت فيها يبقى اختيار رقم به اتنين واحد تلاتة اربعة حدد فيما النموذج الذي اتبعه الكاتب في ترتيب الفقرتين اللتان يتألف منهما المقال السابق الحاجة 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 طيب سؤال سؤال الفيروس الفيروس بالمناطق التي استخدم اللقاح دي اكتر حاجة مقنعة دليل الواقعي على ان الدواء بتاعهم احسن دواء طيب الجملة التانية بيقولك في الواف الوافيات يا ما بساب الوباء طب ده مالوش ضع ان الدواء بتاعتك كويس ده ما يخدمش الدواء بتاعك ده بيخوف الناس بس بيان صح برضو بيان بعدد سنوات الباحثون برضو ممكن يقعدوا سنين طويلة ومالوش حاجة الحاجة الوحيدة لتقنع الناس الدليل الواقعي ان الدواء دوت في المنطقة دي منع الفيروس طيب السؤال رقم 56 حد التفصيل التي لاغنى عنها لشرح الفكرة الرئيسية عزوف الشباب عن الزواج وما يتبعه من فساد اخلاقي مع زيادة نسبة الجرائم والهجرة غير الشرعية هو ده افضل حاجة توضح ان البطالة مش ارقام بس بالنتائج ان البطالة دي بيتقدي ان الشباب متجاوزوش وبيبقى عندهم فساد اخلاقي وبيعملوا جرائم عشان يكيبوا فلوس ما هو مش لقي شغل التلات جمر التالي ما ينفعوش انهم اسباب يعني اسباب البطالة لا انا مش عاوز كده انا عاوز البطالة دي اسباب ونتائج البطالة مش رقم يعني ما النتائج مدر طيب على البطالة طيب ابتعد بنفسك عن الدناية تعش مرتاح البال حدد الرسم الصحيح للكلمتين التي تحلال محل كلمتين ابتعد ومرتاح في الجملة السابقة اربق هانئ الصح رقم به اربق لان الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح هانئا لان الهمزة مقصورة الهمزة ساكنة وقبلها مقصور فبترسمت على النبرة يبقى اربق بترسمت على الالف عشان قبل هي ساكنة وقبلها مفتوح والفتحة تخلي الهمزة تبقى الالف ومرسومة على نبرة عشان هي ساكنة وقبلها مقصور هو ده الصح والباقي كل غلط ستين حاول المستعمل قسر الصمود اصحاب الارض فشل في مسعى وتراجع مهزوما مغزولا استخدم الكناية في التعبير مهزوما مغزولا الاجابة الصح يجر ازيال الخسران والخيبة هو ده اضاق تعبير يجر قدمين ما بتكلمش على الضعف هو بتكلم على الهزيمة والخزلان يعض اصابعه ده في ندم تنازح الظنون والمخاوف ده قلق لكنا بتكلم على الهزيمة والخزلان يجر ازيال الخسران والخيبة كده خلصنا الامتحان ومع امتحان جديد انتظرونا ان شاء الله اشتركوا في القناة